السلام عليكم أعزائي الكرام نتمنىكم تكونوا باخر وعلى خير تحياتي للجميع كيقولوا ناس الزمان اللي بكامورال ميت خسارة وكيقولوا عوتاني كتحدي راسك من البراني الغريب كزدقت ضرباجاتك من القريب وقبل ما نبدأ نحكي لكم قصتنا لأول مرة عائلتنا العزيزة يعمل لايكنا الفيديو ويشترك باش تحلل القصة أما احبابي اللي ديما معايا كن حماق عليكم وما تنسونيش من تعالقكم وبرتجوا مع العائلة والحباب ويالله نبدأ القصة كتقول هانا أنا خسرت كنش في حياتي وولت إنسانة كتعيش وكتنعس وكتحلم بالأوامر وماشي علاجانتي بعد ما كنت كنحلم نكون لاباس عليها ونعيش مع طبقات الهاي كلاس وليت كنت منها غير نعيش حياتي خارج القبر اللي حبست راسي فيه وهذا الشي كله وقع لي بسبب طريق اللي تبعتها ديال يما وخوتي قصتي من قصص الضياع وأنا متأكدة أن اللي عايز معها غديل مني أنا تولد في وسط عائلة عايشة في قرية صغيرة وعائلتنا ضايرين بنا الحمد لله وليدي يتفرقوه وحنا باقين صغرين أنا وخوتي حنا بقينا مع الوالدة والوالد خرج ومشى معرفنا فين عطا الراس كل شي كان كيبغينا وكيشفق علينا وكانو كيعونو نحت معدنا شي أب كان عمي هو اللي كان جبره في دراعنا كنا أي حاجة طلبناها كيجيبنا دازت لي يامو سنينو كبرنا وطلبتنا كثرت ولكن أخا هيدك بقى عمي ديما في جنبنا كان عند عمي تجارة لحم كبيرة وكل شي كيعرفو في المنطقة وواحد نهار جاء عمي وقال لن الوالدة بل يبغى خير كبير يخدم معاه طبعا يمه وافقت وخلت خي يخدم مع عمي حتى تعرف عمي عايتها الله فيه خدم مع عمي وبقى كيشد خلصة مزيانة كلنا وشربنا منا من بعد خيطان حتى هو بغى يخدم مع عمي باش حتى هو يستفد كفح الخيال الأول وإخوتي بجوج بهم خدمين مع عمي وتغيرت حياتنا 180 درجة وأنا كنت صغيرة وكنت كنظن هاد الفلوس كاملين اللي وإله وعدنا من خدمة خوتي مع عمي حتى نوحد نهار دخلت يما تخمن للبيت دي الخيال وهي تجبر واحد البليزة غريبة من اللي فتحاتها جبرت فيها الغبرة بيضة وفلوس وحتى سلح يما عقله بغى يطر غير دخل الخيال ويتبدأ تحيح عليه وانا كنت حاضرة على كل شي وبقتك تقول له منين جبتي هاد الشي وكيف حتى توصل عندك ودبه عاود لي منين جبتي هاد الشي خي تعصب وقله قليني عليك وما تدخلش يراسك في هاد الشي ذلك الساعة كان في عمري 14 سنة بقيت غير كنشوفه سكتها المهم تزاد لغوات بين يمه وخي ذلك الساعة قل خي سنين وحنا عيشين أحسن عيشة بسبب هذه الخدمة وعمي هو البروند هاد الشي زعمة عملا راسك معرفة شيرا خدم هذه الخدمة غير قلل هاد الشي مباشرة لبست عليها جلابتة وخرجت مش هتنظر عمي هذا النهار ما عرفتي شنو الكلام لضربناتهم ولا يشتفقوا بالحق اللي نعقل عليه هو يما رجعت مع عمي ضحكي الناشطين أنا في ذلك الساعة كنت سكت مجبتش هاد الموضوع بالمرة مع أخوتي حتى كنتفاجأ بعد شيامات يما كنت قلنا باللينة ويتزوج عمي طبعا الحال أخوتي طاروا بالفرحة خصوصا هو ولينا عمتم بالحرام أنا دعم أعجبني الحال كنت رفضة هاد الشي اللي احنا فيه وكنت مقهورة بالحق كنت سكتة ما قدراش نهدر خايفانة من يما خصوصا في ذلك النهار سولتها غير سؤال بسيط وبدأت تغوت عليها غير حي تقتل علش بغي تزوج عمي أنا كنت حاسة باللي شي حاجة كينا كينا شي حاجة غريبة مش هي هادك بين يما وعمي المهم داز العرس ما كنت بغيش الناس تستافد ومنعوها باش الناس تبقى فقيرة وبطبيعة الحال كنت كتقول هاد الشي وكتبرر حتى أقول لو يدع عمرين شرت لدي البتهاب والفلوس وأنا من كثرة كان بغي ماء وكن طيعة حتى أنا والتي تنعاون في هذه الخدمة وبقينا على هذا الحال حتى وصلت من 18 سنة مات عمي وخلنا ورث كبير كم بإمكاننا بهذا الفلوس نفتحوا أحسن مشروع ونحيشوا منه ولكن يما وخوتي ما تابوش وبقوا تابعين المنهجية عمي حتى وصلوا لهم واحد المرحلة ولو قباح بالزاف وقاصين ولو بإمكانهم يعملوا أي حاجة على الفلوس يما كانت كتار منهم والتي ما هي رس الحربة وخوتي كيعونوها واحد منهار خي تشعلت له مع واحد من هذوك التجار اللي كيتبادل معهم الغبرة بدأوا كيتدبزه وتضربه خي يعطاه واحد دقة زيالو قتله ولكن هذك خينا كان باقي عايش منيش يمشى ذيك لاراب خي وتحبس خي مدة طويلة وخاه الشي اللي وقع كامل يما وخي الثاني قاع ما تابو وبقوا ماشين في نفس الطريق خيتاني بقى حتى هو هيدك بقى زايد فيها كل مرة معا منك الدابس حتى جبت واحد منهار وتشعلت له مع البوليس في الآخر تحبس حتى هو سافي بقينا أنا ويمما ببحدنا في الدار ما بقى لنا لا أخ لا أب ولا سند كان عدنا غير والد عمي اللي كان ببهم زوج بيمما المهم إغرأت دي الفلوس والطمع خلى يما تبقى خدامة وحتى أنا مشيت في طريقة بعد ما تربيت وفتحت عيني على هالشي حتى جبرت راسي و قلت أنا الكل في الكل و قلت خبرة و شعله ضيئة صافي و قلت أنا اللي كنت عامل مع التجار و قررت أنني أبقى في هذا المجال حتى نجمع الفلوس و نحقق طروة و كل حاجة كنحلم بها و قلت كل شي كيحترمني و كيعملوا لي ألف حساب بعض منهم و قلت يطلب يعمل معي علاقة أو اللقصهم يتزوجوا بيا بالحق أنا قلبي كان اختار والد عمي و هذا والد عمي من اللي ما تعمي يكمل هو في نفس الطريق كان خدم مع أخوتي قبل ما يدخلوا للحبس كان هو الأفضل بالنسبة ليلي حيث بغيته و حيث كان طريقه من طريقي خطبني من عندي يما اللي نيشان و وفقت و تزوجنا و شركنا خدمتنا أنا و يما و راشلي كبرنا خدمتنا و هذا شي كامل و أنا عمري ما طحت لي بالي نسوه ليما كيفاش قبلت بعمي و بهذا الخدمة هادي الصراحة أخوتي الفلوس كانت عمياني و أخدت تفكيري ما كنت عارفة أنه مراهد شي سر كبير و بعد ثلاث سنين من زواجنا أنا و رجلي و لكي عملني قبيح و ناشف كيف حالي بيني و بينه غير خدمة و صافة من درجة و وصلت به الوقاحة يكون علاقة مع واحد البنت و جاب حتى تندر و من ديك الساعة كبرت بيناتنا المشاكل و تقريبا كل نهار كانت دابزو كانت نهدو إذا ما سمحش في هاد البنت عن ندمو في حياتو بلحق هو قعمة كام سوق لي و ما كان شي كدها فيه و واحد نهار قرر يتزوج بيها ديك الساعة بنت لي انتقم منه قبل الزواج مشيت بلغت عليه و على خدمته بلما نخلي حتى حد يعرفني قد له في قلبي من اللي بغيت سمح فيها و ما تبقىش معايا عن حرر عليك عيشتك و من بعد ما بلغت عليه قدر البولي ساعد لولوف أخ و قبطه مشاه فيها كالموضوع بالنسبة اللي لي عادي قعمة مهتمة أصلا ما كنتش عارفة باللي كان واحد الحاجة عتوقعه قبل ما نبلغ عليه عتخليني نندم على هاتش اللي عملت كل كنت عارفاه كنت نخليه يتزوج حتى عليا قاع المهم رجلي من بعد ما سق الخبر و تأكد باللي انا اللي بلغت عليه اعترف عليا و على يما اعترافات كاملة باش ينتقم منه فجأة في واحد نهار و في نص الليل دخلوا علينا البوليس و مشينا فيها انا و يما و قلت نهايتنا في الحبس و الحاجة اللي خلتني ندمت حتى بلغت على رجلي اكتشفت باللي انا حاملة ندمت و من ناقص كنت خليته يتزوج حسن من هات الحالة اللي انا فيها كنت وقفت هات الخدمة و أوليت أم كيف حل بنات و عيشت حياتي قلت شي كامل او كيدوز بغرط عيني كيف حل شي فيلم حتى وصلت النهار اللي تزوجت فيه اما بعمي مشيت أنا عندها و عرفت السر قلت لكينا واحد لحاجة محيراني و ام رونا لي عقلي انتنا كيف اقتنعت تزوج بعمي و ترضى بهات الخدمة قلت ليه؟ باللي هما أصلا كان ام تفقن يتزوجه قبل حتى لا تفارق مع الوالد و عمي كان بغي الوالد يخدم معه و لكنه كان رافض و باللي هما كان تبزز عليه باش يخدم معه و يقبل حد الوالد كان عايش فقير و لكن بسبب هذا نطس ضع بين هما والوالد و عمي تدخل بيناتهم و وعد هما من اللي يسمح فيها الوالد هو اللي عيد زوجه و لكن كانت مرتباقة عايشة و مقدرش يقنعب الزوجه الثانية تسنها حتى ماتت من اللي وقعت ذاك المنظر بينها و بين خاي و من اللي مشت تقوله خلي ولدي بعيد على هادشي عميقدر يقنعب اسلوبه و عمي عينا بالزواج والفلوس و خلاها تنسى كل شي و تجرن هاد الطريق و جرتني معاها بازت شهور وصل الموعد اللي عمي ولد فيه و ولت ولدي و انا في الحبس مشت احلامي كلها خسرت حياتي الزوجية خسرت حياتي كإنسانة و هادشي كامل بسبب يمه اللي تغرت بالفلوس والزواج بسبب انا نيتا و الحب ديه للراسة نسات بنتا وولادا و ما فكرتش في حياتهم هادشي اللي خلاني نحقد عليها عمري ما نسمح له ليوم الدين بسببها اتدمر مستقبلي و مستقبل خوتي و ولدت ولدي بين اربعة ديال الحيوط تحرمت منه مباشرة من اللي ولدته حيات سلمتن منظمة كتراعي الأطفال باش يقدر يعيش و حتي دخرت من الحبس و جبرت الواليدة بقى عيشة و عمري ما نرجع له ولا نسمح له انا هناء وهدي قصة من وراء القطبان موسيقى 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 اشتركوا في القناة